بما ان احنا جابنا سيرة الامن فالنهاردة 23 يناير احنا طبعا بكرة الجمعة احنا اجازة والسبت كمان احنا اجازة فاحنا لازم نبارك النهاردة لهيئة الشرطة نبارك لكل رجال الشرطة من اول وزير الداخلية مرورا بكل مساعديه بكل اللواءات العمداء العقداء المقدمين الرواد النقباء الملازمين الاول الملازمين ثم امناء الشرطة فالمساعدين فالرقباء اول فالرقباء فالعرفاء فالجندي العادي فالعريف العادي ثم العسكري العادي ثم الجندي المجند حبيت اقولهم بالرتب لانه كل واحد في اللي انا قلته ده بطل كل شخص بيحمل رتبة من اللي انا قلتها دي بطل بكل ما تحمل الكلمة من معنى بالاضافة طبعا للعاملين المدنيين في جهاز الشرطة بالكامل كل دول رجال ابطال الشرطة مش بتكلم كده طبعا بجامل انتو اللي بتحسوا بدا في الشارع الشرطة نقلتنا من بعد 2011 ومن بعد ما كنا بننزل نتلفت في الشوارع وبنبص ورانا مين اللي جاي ورانا ويوقفونا شوية عالم دفاع شعبي ومش عارف ايه بتاع ايه وورينا رخصتك وورينا بتاعك ناس مدنيين ما تعرفهمش اللي كان بيسموها اللي جان الشعبية ويا ويلك لو نزلت بعد عشرة ولا 11 بالليل كافتريات كلها كانت مقفلة ومصدت الابواب بفكركم البلد كانت مضلمة الكباري ومطالعها كان محطوط قدامها مدرعات خوفا من اي مشاكل بفضل الله انا بتكلم من هرده عن الشرطة قدرت شرطة مصر العظيمة ان تتحول في خلال سنوات قليلة بهذا البلد الى ما يطلق عليه دوما مصر الامان نهارده بفضل الله بعدما كانت كل المقاصد السياحية خاوية تماما انا نزلت في السنوات الاولى من بعد 25 يناير نزلت مرة الغرداء اقسم بالله كنت شبه ماشي لوحدي رحت ناحية الشاطئ والبحر يميني وشمالي انا شايف مساحات فاضية من الرمال والبحر فاضي النهارده بفضل الله اولا طبعا وثانيا وثالثا وكله ثم رجال الشرطة الابرار اللي امنوا كل حاجة بننزل من بيتنا في اي وقت 3 و 4 و 5 الصبح كافيتريات والفنادق والدنيا كلها بتشغي شغالة طول الليل طول الليل تبتنزل 3 الصبح لو رحت 6 اكتوبر الكبري ما بتعرفش تمشي من الزحمة تحولت البلد للامن والامان تحولت للامن والامان تحية لرجال الشرطة وتحية من القلب ويا رب يسكنهم فسيح جنات وكل الشهداء اللي راحوا فداء لهذا الوطن وفداء لينا كلنا عشان ننام كلنا في بيوتنا امنين حاجة اخيرة عايز اقولها بمناسبة كلامي عن ايد الشرطة نهاردة بفتح التلفزيون حوالي الساعة 7 قبل منزل اجي هنا على المدينة مع الاسف قناة الحظيرة الجزيرة سابقا طبعا انا كان وجهة نظري هذه القناة لها جانب احترافي يحترم بتكلم بمنطقة صراحة ولها جانب زبالة وانا اسف في اللفظ الجانب الاحترافي المحترم ان انا ما كنت بجيبها بشوف ماكرون واخباره ايه في فرنسا بشوف ترامب واخباره ايه في امريكا بشوف بعض جلسات مجلس العموم لما كانت الست رئيس الوزراء تريزي مي بتتكلم على البريكستو ما البريكستو بتاعه وهي توقف ومعارضة الكلمة بتاعه كانوا بينقول لنا كل الكلام ده وبعدها جونسون والكلام ده كله ده جانب المشرق او الجانب الاحترافي والجانب الزبالة اللي احنا عارفينه ان هي طبعا ملكة الفابركة في اي بلد هي مش متوأمة معاها سياسيا تفضل تفبرك وتعمل اخبار كذبة وتجيب شوية عيال تعبانة كل ده لكن النهاردة عشان يصل بهذه القناة الحظيرة الانحطاط الى مدى الى مدى الى مدى ولذلك سقط من قموسي ان انا هقول في جزء فيها احترافي محترم جايبة جلسات مجلس الشيوخ وهي مجلس الشيوخ بيتكلم عن عزل ترامب طبعا عمره بيعان هيعرف في عزل وي يعني بيده وي يعني لكن جايبينه جايبين المجلس والسيناتر فلان بيتكلم والاعلام بيتكلم والحكاوية حاجة شيقة جدا بنحب نتفرج عليها ممتاز صراحة يعني وانا بدعوا برضو قنواتنا الاخبارية تنقل الحاجات دي حاجات دي شيقة جدا يعني ما تخلوش الحظيرة تنفرد بالحاجات دي والحاجات دي موجودة ساتيلايت على هاوة القطة وتخد مش دا الموضوع وفجأة اطعوا الارسال بتاع مجلس الشيوخ الامريكي وهو يحاكم ترامب بتهمة الخيانة وجون بايدن وكرواتيا والحكاية اللي كلكوا عارفين ويجيبوا تافه تافه كان قال يعني عامل بس مباشر على الموبايل بتاعه فاخدوا الاود بتاع الموبايل بتاعه فول سكرين على الشاشة بتاعت الحظيرة شاشة كاملة فيها هذا الامعة انا عاد تتفرج اشوف دا بيقول ايه او ايه الحدث الرهيب اللي خلاك تقطع مجلس الشيوخ وحواره حول عزل ترامب اقوى رئيس في العالم بيحكم اقوى دولة في العالم ويجيبوا تافه ما يسويش ثلاثة عريفة فانان مقاول صايع صايع جايبينه في قناة الحظيرة بيتكلم ربع ساعة طبعا انا مش ههتم بكلامه دا كلام عبيد من شخص اعبط اقسم بلا لقيمة الله انا هنا بتكلم على هذه القناة واداراته هل وصل بيكم درجة الانحطاط ودرجة الرخص انا سميها الرخص ان انتو تجيبوا عيل تافه زي دا تحطوه على شاشتكو انتو فقدتو الجزء الاحترافي اللي انا كنت بحترم ممتاز صراحة وما بكسفش ان انا اقول دا كان عندكو جزء احترافي محترم لكن انا شفت على شاشتكو شيء خلاني ابوصلكو بصة دونية ان انتو تجيبوا هذا الامعة وتاخدوا فول سكرين كامل كامل ربع ساعة بيتكلم كلام اعبط من عبطه هو شخصيا فمع الاسف يعني حبيت بس بيضوي كده وانا بتكلم عن الشرطة مرة تانية هابي برث داي لكل رجال الشرطة بي اشتركوا في القناة